اشتركوا في القناة يوم موجودين في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده وسداني بقولها لك لو ما سمعتش الاجزاء القديمة مش تفهم حاجة من اللي هنتكلم عنها النهر ده طبعا احنا اخر حاجة شفناها في نهاية الموسم التالت اللي فات وهي ان انتهى بتدمير الجهاز الروسي اللي بيفتح البواب وكنا شفنا كمان ان جيم للأسف مات وتتمير الجهاز وكمان بيلي مات لما كان بيحاول ينقذ اللي هي من الوحش وبعدها انتقلت مع جونسان وويل وجويس اللي هي ام ويل يعني وعاشوا في كاليفورنيا انباهي الشلة فكانوا عايشين في امان في مدينة بعد ما الخطر انتهى بموت الوحش وقفل بوابط تمام تمام بتبدأ عدس الموسم الجديد بزكرة قديمة شوية في سنة 1979 وبنشوف وهو في مختبر وبياخد طفل من الاطفال اللي في المختبر اسمه تن وده طبعا مش اسم يعني ولكن ده رقم في المختبر زي ما شوفنا قبل كده المهم بياخد تن عشان يعمل عليه اختبارات فبيسأله الدكتور تقدر تشوف دكتور للوقت بتعمل ايه فبيقول له تن اه ودكتور هي دكتورة معهم في المختبر وبيتكون حاليا مع طفل تاني اسمه وبتعمل عليه اختبارات في مكان تاني في المختبر المهم ان تن بيقول له ان في حاجة غلط حصلت ودكتور ماتوا في الوقت ده بيشتغل الانزار وبيبدأ الصراخ ينتشر في كل مكان في المختبر وبدأ المقدمات بيتكسر باب القوضة وبيلبس في وش دكتور بيرنر فبيغم عليه ولما بيفوق بيلاقي تن مات فبيخرج من المختبر وبيلاقي منظر باشع جدا لان كل في المختبر بيلاقيهم اموت سواء انت كثرة او الاطفال او حتى الامن فبيفضل يمشي وسط الجسس دي كلها لحد ما بيلاقي اخيرا حد من الاطفال عايش مين بقى الحد ده الحد ده يا سيدي هي قال واللي بيكون الدم مغرقها انها هي اللي عملت كده في المختبر وبتفضل تبص الدكتور بيرنر بغل وقره كبير جدا بس يا سيدي خليك بقى فاكر الحدسة دي كويس جدا عشان نحتاجها قدامي اما في الجزء ده اما الجزء الجاي المهمة يعني بنرجع للحاضر بتاعنا سنة الف وتسعمائة ستة وتمانين وبنشوف قال وهي بتكتب جواب لمايك لان طبعا قال حاليا عايشة مع ويل وقالته في كاليفورنيا ومن الجواب بنعرف ان جويس ام ويل باقي بتشتغل من البيت غير زمان اما ويل فلسه منطوي على نفسه وطول الوقت بيرسم وبس وجونسام برضو منطوي بس مش عشان الرسم ولكن عشان يسربه المخدرات للأسف وبنعرف انه حاليا مستني جواب الجامعة عشان يعرف اتقبل ولا لان حلمه انه يدخل نفس الجامعة مع نانسي بعد كا بتقوله كمان في الجواب انها في المدرسة السنوية مبسوطة جدا والكل بيحبها بس ده كلام جوابات بس يا صديقي لان ده مش الحقيقي الحقيقي ان كل طلاب المدرسة بيعملوها وحشو بيتنمرو عليها وفي اخر الجواب بتقوله انها مستنيها في كاليفورنيا وده لان مايك اي مفوض انه جاي يقضي الاجازة معهم في كاليفورنيا والناس بتمايك تعال بقى نبص عليه هو والشلة بتاعته في هوكينز يا صديقي الكل حيان اتغيروا عن اخر مرة شفناه لان كلهم كبروا ودخلوا السنوية وبنشوف داستن ويلسه مرتبط بسوزي بتساعده حاليا عن طريق انها بتختلق سيرفر المدرسة وبتزبطه درجاته الزي الزفت ماي كان بنشوف روبين وستيف اللي لسه اقرب صحاب لبعض وهم رايحين حاليا لمدرسة عشان روبين بتشارك في فريق المشجعات الخاص بفريق السلة ومش هما بس اللي رايحين لا ده ماكس وداستن ومايك والكل اللي بقى رايحين رايحين عشان يشجعوا اللي باسم اللي ما شاء الله كبر هو كمان وبقى بعد قلاته بيلعب في فريق السلة بتاع المدرسة المهم بيخرج كابتن الفريق واللي اسمه جايسن وبيقول خطاب مؤسر جدا عن الايام الصعبة اللي ورد بها المدينة بتاعت هوكنز زمان وبيناء في خطابه الابطال اللي ضحوا بنفسهم زي الزابط الشجاع جيم وكمان بيلي اخو ماكس وهيزر وكل الابطال اللي ضحوا بنفسهم ومات عشان مدينة وبيكون الخطاب مؤسر جدا جدا وبنشوف زعل ماكس لما بتفتكر اخوها بيلي بس ده مش مهم المهم دلوقتي ان كابتن الفريق بيقول لكل ان المباراة النهائية النهاردة فمن لايه في الوقت ده مايك وداستن بيتفاجئوا وبيدايوا جدا جدا عشان كاب يروح بعد ما بيخلص الخطاب ده وبيطلبوا منه انه مايروحش النهاردة مع الفريق لانه اصلا لعب احتياطي ومش هيفرق معهم اوي طب لحظة هم ليه مش عاوزون يروح لان في نفس الوقت ده المفوض ان في اجتماع اسمه اجتماعها عملوا واحد كده غريب اسمه ايدي وهم ضمن جامعته فلازم يحضروا وهناعرف عن الاجتماع ده اكتر قدام المهم ان لوكس بيقول لهم ان ده فرسته عشان لو فضل في فريق السلة هيكون من المحبوبين في المدرسة ومحدش هيتنمر عليه ثاني فبيطلب منهم يخلوا ايدي اجي الاجتماع وبياكد عليهم انهم برضو لازم يجوا يشكعوا في المطر فبيعودوا وبيدخله وفصله اما ماكس يا صديقي في حالتها النفسية بعد اللي حصل زمان بقى زي الزفت عشان كده بتروح دايما للاخصائية النفسية في المدرسة عشان تتبع حالتها بس بنشوف برضو ان ماكس بتروح لها بس لانهم في المدرسة قالوا لها لازم تروح لها وتتبع معها لكن في الحقيقة هي مش بتقول لها على كل حاجة ولكن دايما اغلب الوقت بتفضل تقول لها ان كل حاجة تمامه خلاص ولما بتخرج من عندها بتقابل لوكس وبيديها لتذكرة عشان تحضر المطش النهائي وتشجعه لكنها بترفض وبتدي له التذكرة ليه لانها انفصلت عن لوكس من مدة كبيرة عامة بيتسيب لوكس وبتدخل الحمام وهنا بقى بتحصل حاجة غريبة لان في بنت تانية بتخل الحمام بعدها اسمها كريسي وبتقفل على نفسها وبتكون تعبنة جدا فبتسألها ماكس انت بخير لكن كريسي بتطلب منها تسيبها وتمشي وفعلا بتمشي ماكس وتسيبها بس وقتها بنشوف ان الانوار في الحمام بدأت تفتح وتقفل وعند كريسي فشافت رجل وحش من تحت باب الحمام بيقول لها مالك ولازم تتكلمي وافتح الباب احسن لك وكلام غريب مش مفهوم وبفضل الباب يخبط جامد فبتخرج البنت عشان تفهم فيه ايه لكنها مش بيتلاقي حد خالص وانا عارف انك ما فهمتش حاجة حاليا بس خلك فاكر اللي حصل ده كويس جدا عشان انحتاجه قدام لان موضوع خلص على خير وما حصلتش حاجة فقاعة الطعام بقى بشوف بقى داستن ومايك وهما رايحين عشان يحاولوا يقنعوا ايدي انه اجل اجتماعها الفايرنارد ويكون ايدي شخص مجنون وبيتنمر على كل الناس في المدرسة ودس لنوايك مش حابين انهم يكونوا في جامعته بس هما مجبورين عشان هما هفاء وممكن عادي جدا يزعق لهم وهما يسكتوا عمتا بيروحوا الاتنين لأيدي وبطلقوا منه يأجل الاجتماع عشان يحضروا ماتش لوكس وعشان لوكس نفسه مش يعرفيجي بس ايدي بيكون رده في منتهى الزوء الصراحة وبيقول لهم هاتوا بديل لوكس وإلا هتكونوا اموات زيه فبيوقفوا على كلامه وبيمشوا من سقوط بنا قلت الله كافة بس تعال انسيبهم دلوقتي ونرجع لكاليفورنيا واللي بيحصل فيها حالين حاجة غريبة جدا وده لان في طرد بيوصل لجويس ام ويل وبيكون على الطرد ده من بره اختام بشكل عالم الاتحال السوفيتي وجوه الطرد بيكون في عروسة لعبة شكلها غريب فطبعا جويس بتخاف جدا وعلى طول بتتصل بالمحاقق موراي وبتقول له على حصل فبيطلب منها تقلع العروسة اللي بساءة وتشوف موك يكون في حاجة جواه وفعلا بتعمل كده فبتلاقي فيه كسر في العروسة وملحوم وبتبدأ تكسرها عشان بتشوف ايه اللي جواه فبتلاقي ورق مكتوب عليها جيم لسه عايش وبالمناسبة الكلام ده صح للاقي نشوف في ذكرى قديمة من وقت تدمير جهاز الروس ان جيم كان جانب الجهاز فعلا ووقت منفجر ولكنه بينط وبيبعد عنه فمش بيت ازي وفعلا بيكون عايش بس وصل ازاي بقى روسيا وكل الكلام ده هنعرفه قدام بس تعالى دلوقتي نرجع لالف المدرسة وقال يا سيدي كان اليوم ده مطلوب منهم كل الطلاب يعملوا عرض عن بطل تاريخي فقطرت قال ان عرضها يكون عن جيم بس الطلاب بيفضلوا يتريعوا عليها لحد ما بتعييته وبتخرج ولما بتخرج بيفضلوا الطلاب برضو يتريعوا عليها وواحدة منهم اسمها انجلة بتوقعها وبتوقع منها المجسم اللي كانت عاملها لجيم والكوخ اللي كانوا عايشين فيه وكمان بيدوسوا عليه وبيكسروا خالص فبتعصب قال وبتنسى انها فقط قدرتها وبتحاول تأذي انجلة عن بعد زي ما كانت بتعمل زمن بس طبعا مش بتحصل اي حد فبيفضل كل يتريعوا عليها اكتر بس بتوصل لمدرسة فلما بتشوف اللي حصل بتعرف ان انجلة عملت كده فبتاخد انجلة عشان تأدبها وبتفضل قال تعيض فوقتها بيجي لها ويل وبيحاول يخفف عنها بنرجع تاني بقى الهوكنز وبنشوف وهي رايحة بس مكان في الغابة لان ايدي جالها عشان يبقى لها مخدرات بس في الوقت ده بتشوف على شجرة من الاشجار ساعة متعلقة وبدون مقادمات بتبدأ الساعة تتكسر وتخرج منها حشرة بس عبل ما تجرى او تعمل اي حاجة بيوصل ايدي فبتيجي تبص تاني على الشجرة مش بتلاقي اي حاجة لا ساعة ولا غيره فبتفتكر نفسها بتهلوش شوية وخلص هو في نفس اليوم بالليل بيكون مدش النهائي في المدرسة وبيكون على دكة البودلاء كان معتاد بس الحسن الحظ في لعب يتصب فبيضطروا ينزلوا واللي بيبدع في ده جدا وبيجيب كاسب بطولة لفريقه بس تعرف في الوقت ده بيكون مايك وداستن مش معاه خالص وده ليه لانهم بيحضروا اجتماع ومش بيلاقوا حد يجيبوا بديل لغير اريكا اخته واللي بتوافق تيجي معه وهنا بقى بنكتشف السر عن اخطر اجتماع في تاريخ البشرية عشان نتصدم ونعرف ان الاجتماع ده بيلعب فيه ايدي لعبة بناردة عادي جدا وبتكون محتاجة بس عدد عشان كده بيجمع الطلاب الهافاء دون او والله بس كده بس بقعد وخليك فكر اللعبة دي عشان محتكنها قدام بعد كده بيخرج لوكس من والكل بيحتفل بيه بس بيتفاجئ لما بيلاقي ان مايك وداستن خارجين من اجتماعها الفاير فبيعرف ان هم مجوش يتفرجوا عليه فبيزعل جدا وبيكمل يوم واحتفاله مع باقي فريو ومن هنا بيبدأ لوكس يبعد شوية عن صحابه وعلى فكرة خبر فوس فريق لوكس ده انتشر حتى عالتلفزيون وشافته ماكس وهي بتسمع الاخبار فبتزعل جدا لانها مش معاه في يوم زي ده بعد كده بتخرج من البيت عشان تأكل الكلب بتاعها وبتشوف بالصدفة كريسي وادي داخلين بيت ادي واللي هو جانب بيتها اصلا المهم ان كريسي لما بتدخل البيت ده بتبدأ تحصل حاجات غريبة لان ايدي بيسيب عشان يطلع يجيب حاجة من قطه في الوقت ده بقى بتبدأ كريس تسمع صوت الساعة الغريب اللي كانت شافته قبل كده في الغاب وبتسمع صوت امها من اوضة في البيت في بتروح الهنك لكن بتلاقي امها موجودة على شكل زومبي بتجري بسرعة وتخرج للصالة فبتلاقي ابوه هو كمان قاعد على كرسي وشاكله شباه الزومبي فبتبدأ تهرب منهم لحد ما بنلاقي وحش شكله مرعب بيقرب منها وحب اقول لك يا صديقي ان كل ده تخيل بس لان في العالم الواقعي ادي يلاقي الحاجة اللي كان بيدور عليها وارجع لها تاني فالليقيها وقفة في نص الصالة ومش في وعية فبيفضل يحاول فوقها لكن من غير نتيجة بنرجع لكريس تاني في مخيلتها وبنشوف الوحش ده وهو بيقولها جه الوقت عشان تتخلص من تعبك وبيمسك دماغها بايدها فبنرجع لعامل الواقع تاني وبنلاقي ان كريسي بدأت تطير وادي بيكون مرعب جدا وبيش فهم اي حاجة فبتفضل كريسي تطير لحد ما بتلبس في السقف وبيبضع غضم رجلها وإيدها يتكسر ويتلوي وتنزل دم من عينها وفي النهاية انا هبدأ انفجر وبتموت تاني يوم بقى بتصحب مفزوعة وبتخرج للشارع فبتلاقي الشرطة موجودة هناك عشان يحققه في قتل كريسي وما حدش بيكون فاهم اي حاجة خلص فبيروح رئيس الشرطة يتكلم مع حد من المعمل الجنائي عشان يجيلو وبنشوف برضو ان في ناس بيتصنطوا على مكالمة دي وهنعرف مين دول قدام اما بقى في كاليفورنيا فيوصل مايك عشان يقابل ال بعد مدة كبيرة جدا بعض عن بعض بيكون جاي لوحده وده بيضايق جونسان شوية عشان كان نفسه يشوف نانسي وهناك بيتعرف مايك على ارجال صاحب جونسان الجديد وبيبدأوا يمشوا من المطار عشان خطر يقضوا يوم سعيد مع بعض بعد كده بيروحوا لمكان يخرجوا فيه بس المصيبة ان هناك بتيجي انجيلا وبتحرق ال قدام مايك وبتفضل التاري عليها بتبعد ال وبتعود في مكان بعيد عشان ما حدش يلاقيها بس بعد كده بتروح لانجيلا وبتطلب منها تعتزل لها وتروح تقول لمايك انها كانت بتغذر معها مش اكتر وانه مصحف في الاساس عشان مايك مايك ما يعرفش انها كانت بتكذب عليه في الجوابة بس طبعا انجيلا مش بتوافق فبتاخد الجزمة من بتوعات تزحلة وبتضرب انجيلا بيها وبتعورها وهنا بتبدأ تفتكر ذكريات من الحادثة اللي حصلت سنة الف وتسعمائة تسعة وسبعين واشوفنا في اول الفيديو عمتها هنلجعتني النوطة دي لانها مهمة بس خلينا برضو نروح لان في الوقت ده موراي بيكون وصلها عشان يشوفوا هيعملوا ايه في موضوع جيم وفعلا بيقابلها وبيبدأوا يروا الرسالة اللي مبعوثة واللي بيكون فيها رقم للتواصل وكما متوقعة باسم انزو وده المطعم اللي كانوا جويس وجيم بيتقابلوا في زمن فبيكون شايفة جويس ان ده فعلا جيم او حد تابعه وانه لسه عايش على عكس موراي اللي بيكون شايف ان ده ممكن يكون كمان من المخابرات الروسية عشان يوصلوا لجويس لانها كانت شريكة جيم عشان كده بيقول لها موراي انه هم يتواصلوا مع الرقم بس بعد ما يعمل احتياطاته ويتأكد ان المكالمة محدش بيلعبها حلو تعال بقى من ما يكونوا عاملوا الحتة دي نشوف ايه اللي حصل اصلا مع جيم جيم يا سيدي بعت منط بعيد عن الجهاز بعد ما قدر ان هو يستجمع قوته كان خلاص خارج لجويس والباقي بس اللي افوشه مجموعة من المخابرات روسية وعلى طول راحوا اخدوه معه وبدوا يعزو فيه عشان يعترف على جويس وما كانه لكن طبعا ما اعترفش فعشان كده اتحبس عندهم في روسيا بس انا اعرف اكتر قدام لان المهمة حاليا ان موراي قدر يأمن المكالمة بعد كه بيكلموا الرقم وبنشوف ان الاتصال بيوصل لكابينة التليفونات وبييجي شخص اللابس لبس الجيش الروسي وبيرد وبيقول لهم انا انزو وبيطلب منهم يجيبوا اربعين الف دولار وقتها هيعرب لهم جيم طبعا الكل اتخض لكنهم طالبوا منه يكلموا جيم الاول لكنه بيعرفهم ان جيم في ايد الجيش فمش هيعرف يخليهم يكلموا بس لو دفعوا الفلوس هيهرب وبيقول لهم كمان ما تكلمونيش تاني غير وانتم معكم الفلوس بس اتعرف وقت ما كان انزو بيعمل المكالمة كان فيه ستة عمالة تشتمه عشان عايزة تستخدم تليفونيك كبينة فالما بيبدأ موراي وجويس ادقاء في الصوت بلوست بتقول شتيمة بالروسي والشتيمة دي بتقل عن الحراس او الشرط فبيفهموا ان انزو هو الحارس اللي بيحرص جيم في حبسه وجيم رشاب الفلوس عشان يهربوا وبنشوف ان كلامهم ده فعلا صح لان وقت دخول جيم للسجن بيكون انزو هو الحارس على زنزلته عشان كابت قرر جويس انها تروح تسحب الفلوس عشان تقدر تنقص جيم تعالى بقى نرجع تاني واللي بعد موت الدنيا تقلبت على بعضها والاخبار بدأت تتكلم في كل مكان وبعد ما شافت ماكس كولي ده بتروح لطاستن وبتعرفوا انها في الليل شافت ايدي مع كريسي لكن بعد شوية بدأ النور عند ماكس يقفل ويفتح يقفل ويفتح زي ما كان بيحصل وقت وجود الوحوش وبدأت تسمع حاجات غريبة واصوات غريبة فخرجت وليجيت ايدي بيهرب عربيته وماكس شكى ان اما ايدي قتلها ياما الوحوش رجعت لكن داستن بيقول لها ايدي مجنون بس مش هيئت الحد عشان كده بيقرروا يدوروا علمها بعض لانه الوحيد اللي يعرف ايه اللي حصل بالزبط بدل الشكل كتير ده بس الاول بيروحوا لستيف وروبين في المحل بتاعهم عشان يكونوا الفريق ويحاولوا يدوروا على ايدي وفعلا دا اللي حصل وعرفهم كل حاجة على طول بدأوا يكلموا ارقام كل اصحاب ايدي لحد ما بتعرف ماكس ان ايدي بيجب مخدرات من واحد اسمه ريك عشان يباعها وبيكون لازم يوصلوا ريك ومنها يعرفوا يوصلوا ل ايدي لكن المشكلة انهم ما يعرفوش اي حاجة عن ريك ده فتبدأ روبين تدور على كل اللي اسمهم ريك لحد ما بتلاقي واحد عايش في مكان بعيد وكل مواصفات تجري مخدرات تنطبق عليه فبيعرفوا ان اكيد ده هو ريك اللي عاوزينه وعلى طول بيروح على هناك وفي مكان تاني في المدينة بتكون الشرطة بتحقق مع جيسن كابتن فريق السلة وده لانه كان بيحب كريسي زمان وبيكون معاه كل فريق السلة ومن ضمنهم لوكس لانهم كانوا بيحتفلوا سوا من مبارح لغاية دلوقتي فبيعرفوش شرطة اللي حصل وبيعرفوه ان ايدي اللي يقيد في الموضوع لان البيت كان بتعمه فبيخرجوا هو متعصب وحالف ينتقم من ايدي بعد كده بيجمع الفريق عشان يشوفوا طريقة يوصلوا بها ال ايدي فبيقول جيسن ان ايدي بيعبد الشيطان ولا يعازه بالله وانها الفاير ده مش بيلعبوا فيها لعبة عادية ولا حاجة بل اللعبة اللي بيلعبوها جوه دي بتستحوز على العقول والشيطان بيتحكم في اللي واكيد ده اللي حصل مع ايدي وخلى الشيطان يعمل كده فبيقراروا كلهم يدوروا سوا على ايدي وفي نفس الوقت ده بتكون نانسي مع واحد صاحبها اسم فريد بيروحوا لمكان بيت ايدي عشان يعملوا التحقيق لصحيفة المدرسة لانهم وهم اللي مسكنها المهم بيوصلوا لمكان بيت ايدي وهناك بيقابلهم ظابط شرطة وهنا بتحصل حاجات غريبة لفريد لانه بيبدأ يتخيل ان ظابط الشرطة بيتحول لشكل وحش وبيسألوا عن حادثة قديمة محدش يعرف غيره ومات فيها واحد صاحبه بسببه وبيفضل يقول له انت لازم تاخد عقبك عشان صاحبك مات بسببك لكنه فجأة بيفوت تاني من الاوهم دي وبيرجع للواقع وكل حاجة بتكون طبيعي وبيسمح لهم بصابط عادي جدا يدخلوا للمكان فبتروح لانسي تتكلم مع عم ايدي واللي هو اول واحد اكتشف الجثة بس في الوقت ده وهما بيتكلموا فريد سمع صوت في الغابة فبيروح عشان يشوف ايه مصدر السودة فبيلاقي في نص الغابة ساعة كبيرة زي اللي شافتها كريسي ولما بيلف وراه بيلاقي ناس كتير واقفين وشكلهم شبه الزومبي وبيفضلوا يشاوروا على فريد ويقولوا عليه قاتل فبيخافوا بيهرب منهم لكنه بيختفي في اللاحظة دي نانسي خدت بالها ان فريد مش موجود ومالوش اي قصر بس بنرجع تاني لفريد وهو لسه بيهرب برضو لحد ما بيلاقي قدامه عربية صاحبه وياب تتحرق ودي نفس الحادثة اللي مت فيها صاحبه بالظبط فبيجري فريد عشان ينقو بحياته لكنه بيقع في الحفرة وبنشوف ان في الحفرة دي بيجيله نفس الوحش اللي جاه لكريسي وخلينا نسميه فيكنة واقول لك لقدامه المهم ان فيكنة بيقوله ان عايزك تنضم اللي وبيمسك رأسه بايده وبيشوف ان فريد واقف في الشارع زي كريسي ومغيب بعد كده بيبدأ يطير وعظمه يتكسر ويقع ميت وبكده بيتضم فيكنة وبيزيد من قوته واه دي الطريقة اللي فيكنة بيزود بها قوته تمام جدا تعال بقى اقول لك ليه اسمه فيكنة لان يا سيدي داستن وستيف وماكس وروبين قدروا يوصالوه لأيدي وبدأ ايدي يقول لهم على اللي حصل وبيكونوا صدقينه جدا عفكرة لانهم اصلا قبل كده حربوا حش كتير من المهم ايدي بيقول لهم انه حاول يفوق لكنها كانت مغيبة جدا فبيفتكر اللعبة اللي كان بيلعبها هو واللي فيها وحشة عبارة عن شخص زي الزومبي من الاخر اسمه فيكنة وبيكون في اللعبة بيرمي تعويز على الناس وبيغيبهم بيشوفوا ان ده ممكن يكون اللي حصل مع كريس اصلا وان الوحش الجديد اللي جاي من الابسايد داون دا هو صاحر الظلام الاعظم فيكنة بنطير بعد كده على الفعدة وبنشوف طيارة تابعة للجيش بتوصل لبيت دكتور سام وحب فقرك ودكتور سام دا بسرعة كده سام هو دكتور اللي كان بيساعد جيم قبل كده وكمان ادى جيم زمان ولا يقدر منه جيم يدبنى اهل عشان تعيش معاه في بيته المهم بينزل جنرال الجيش واللي بيمسك التحقيق في قضية كريسي وبيقابل سام وبيطلب من سام يعرفه اذا كانت اهل عايشة ولا لا لان قال ايه مفوض ان هي بتقدر تقتل عن بعد بيكونوا شكين انها لسه عايشة وهي اللي قتلت كريسي لان كريسي ماتت من غير ما حد يقرب له لكن سام بيقول لهم انه ما يعرفش حاجة عنها وانها ميتة من زمان فبيمشي الجنرال من عنده بس بنعرف انه هيرقبه من بعيد البعيد وهيرقب اتصالاته كمان واكيد هيعرف حاجة عن ال لو لسه عيشة انبقى عند ال فالاوضاع مش مستقرة خالص يا صديقي لان موراي وجويس سافروا لالاسكا على حسب اتفاعهم مع انزو بس طبعا ما قالوش لأي حد عن جيم وقالو لهم بس انها سفرية شغل وبعد مدة بسيطة جدا من لما جويس وموراي ميشيو وصلت الشرطة واعتقلوا قال عشان اللي حصل واللي عملته مع انجلا فروس يبقى بيشوف جيم وهو شغال مع المساجين وبيجيله انزو وبياخده على جيم وبيعرفه ان مفروض جويس هتوصل بالفلوس لالاسكا النهاردة ومفروض برضو ان في واحد طيار مهرب اسمه يوري هيقابل جويس وياخد منها الفلوس ويجي يدي الفلوس لانزو واللي بدوره هيهرب جيم وهيخليه يرجع على نفس الطيارة مع يوري بس ده لو ما حصلش هيفضل مسجون هنا بايد حياته تمام جدا الناحية التانية بقى عند داستن بتوصل الشرطة لجسد فريد فبيمشوا وراهم داستن واللي معاه وهناك بيقابلوا نانسي وبيعرفوا من نانسي اللي حصل لفريد واللي بيكون نفس اللي حصل لكريسي وبيتخيلوا ان دي ممكن تكون تعويزها بيعملها فيكنا فعلا وبيها بيقدر يسيطر على العقول للناس فبتقولوا من نانسي ان فريد اول ما قصدوا للمكان هنا كان خايفه مرعوب بشكل فضيعه متوطن بس الفكرة هنا هل بيختاروا الضحايا بتوعه بشكل عشوائي ولا بناء على خفهم ولا ايه بالزبط لكنهم طبعا مش بيعرفوا اي حاجة بس يتعرف لو عاربنا شوية من بيت ايدي اللي حصل فيه كل ده هللاقي الاضواء بتقفل وتفتح وبعدها بننتقل للابسايد داون وبنشوف بقى بيختار ضحايا ازاي لنها بنشوف ان بيشوف رؤية لأي حد عمل مصيبة او حاجة نادما عليها او اي حاجة وحشة زي كده وبيكون من واضح انه بيختار الناس دي يعني فريد مسلا كان زبالة لانه ساب صاحبه يموت قدامه وهكذا وبنشوف ان من ضمن الناس اللي بيشوفهم واحد من فريق السلة واللي كان حاليا موجود مع وجيسن بيحاولوا يوصلوا لايدي فبيحس الشخص دا بصدعه وبنشوف دم بينزم من مناخيره بس مش بيهتم وبعد شوية بيوصل جيسن لمكان الفرق الموسيقية اللي واحد منها ايدي وبيخشوا على الفرق وبيسألهم على ايدي لكنهم بينكروا انهم ما يعرفوا فيبدأ جيسن واللي معاه يضربوهم لحد مواحد فيهم بيقول لجيسن ان اكيد داستن عارف مكانه لانه اتصل سأل عليه قبل كده فوتاب يحس لوكس انه وقع في مصيبة يوصلهم وداستن صاحبه ولا يعمله بالزبط وداستن يا صديقي في الوقت ده هو اللي معاه اسموا نفسهم لفريقين فريق في داستن وماكس ودول هيروحوا يقابل الاخصيات النفسية اللي في المدرسة لان ماكس كانت شافت قبل كده خارجة من عند الاخصيات النفسية فتوقعوا انها شافت الوحش وعشان كده راحت تولي الاخصي وفريق الثاني في روبين ونانسي ودول راحوا على مكتبة عشان يشوفوا الارشيف لان لما حققت مع عم ايدي قالها ان في قاتل مجنون اسمه فيكتور في الخمسينات عزب عائلته كلها وتلهب نفس الشكل اللي ماتت به كريسي وهو حاليا في المستشفى النفسية عشان كده راح تنانسي لانها عاوزة تعرف عن فيكتور اكتر وشكة انه ممكن يكون يعرف حاجة او لعلاقة بالمخضوع المهم بتدخل ماكس فعلا للدكتورة وبتقابلها لكنها مش بيطلع منها باي معلومة لان الدكتورة طبعا مش بتوافق تقول اي حاجة عشان سرية الطلبة فبتسرق ماكس مفتاح مكتبها اللي في المدرسة وبترجع لداستن وستيف عشان يروحوا للمكتبة في المدرسة ويدوروا على ملف كريسي وساعتها يعرفوا كل حاجة بس وسط كله بتواصل لوكس مع داستن عن طريق اللاسلكي من وراء جيسون والباقي وبيعرف منه انه ليه ايدي وبيقوله كمان يقابلهم في المدرسة عشان يعرفوا اللي حصل لان في حاجة كتر حصل وعالناحية التانية بتكون الف اسم الشرطة وبعد التحقيق معها بيدلوها مزنبة فبينقلوها على سجن الاحداث بس في طريقنا لها بتجي عربية بتوقف عربية الشرطة وبيعرفهم انهم من وقاين هنا عشان لقلق قلب نفسه وغب بينزل من واحدة من العربية الدول دكتور سام بس اتعال انسي بالدلواتي وده لان عند نانسي بيقدر يوصلوا لاعترافات واللي كانت غريبة كده لانه كان بيقول ان فيشتان بيوسكم بيتي وهو اللي قتل عيلتي كلها مش انا وكاها قبلية سابني اعيش وما تنيش عشان تحبس طول عمري في زنزانة زي الكلب وده محد يصدق كلامي طبعا بس لما ان يجي انطبق اللي حصل لقيلة فيكتور مع اللي حصل مع كريسي وفريد فهلاقي ان الموضوع شبه واحد وقته بنفس الطريقة وده معناه حاجة واحدة بس وهي ان الشيطان ده كان فيكنا عشان كما بيخرجوا من المكتبة وبتوصلوا مع داستين لكنه بيقول لهم يتكلموا بعدين عشان بيكون حالقا هو وماكس داخلين المدرسة في الليل زي الحرامية من ورا الكل عشان يشوفوا ملف كريسي في مكتب الدكتور المهم بيطلب منهم داستين يقبلوا عند المدرسة وبيقفل معهم وفعلا بيصرروا من المكتبة ملف كريسي وبيلاهوا ان كمان كان بيزورها فبياخدوا ملفه هو التاني بالمورة الكارسة هنا بقى كانت في العرض الغريبة اللي حسوا بها الاثنين وبعدها بدأت تهاجمهم كوابس فضيعة بعد كن بدأت يحسوا بصداع غريب بشكل مستمر ومناخرهم بدأت تنزف وبقى اللي حصل احنا عارفينه الاو هي ان فيكنا قتلهم من بقى كان بيقرأ كل الكلام ده وهو مرعوب ماكس يا صديقي وده لانها بتفتكر ان اللي بيحصل معها نفس الدبل ميلي صدمة بعدها كوابيز بعد كده بدأت تحس بصداع مستمر وتنزف مناخرها كل الحاجات دي واحد وفي الاسناء دي بتبدأ ماكس تهلوس وتشوف قدامها الساعة والوحش بيندهب اسمها بس قبل ما اقول لك اللي حصل لها تعالى نبص على قلب واللي خدها سام وراحوا على مطعم وهناك قال لها ان هوكينز في خطر ومحتاجنا عشان تنقص العالم مرة تانية فبتقول له قال ان قوتها راحت فبيعرفها سام انه يقدر يرجع حالها تاني وكمان اقوم من الاول بس هي تاخد قرارها سواء هتيجي معها او لا فبتقرر تروح معه وبيمشوا في طريقهم لهوكينز من جديد وعن ناحية التانية عند ماكس بتفوق وبتقوم مع ستيف وداستن زي ما هي في الاوضة وبتقول لهم على اللي شافته وفجأة بيوصل لهم كمان نانسي وروبين فبتبدأ ماكس اتعرفهم على كل اللي قالته في التقرير وان كريسي وفريد مروا باللي هي مرت به وان هي عندها صداع من خمس ايام تقريبا وهم كمان كان عندهم صداع من ستة ايام قبل وفاتهم فده معناه ان ماكس هتموت بعديهم بالزبط بس او اسد كلامهم بيسمعوا صوت غريب في المدرسة فبيخرجوا يشوفوا في ايه فبيلاقوا لوكس وصل لهم وبيكون جاي عشان يحذرهم من جايسن لكن جايسن مشكلة تفع حاليا جانب مشكلة ماكس فبيعرفوا لوكس كل حاجة وبيعودوا يفكروا هيعملوا ايه وبيكون ستيف شايف ان اكيد مش فيكنا هو اللي ظهر لفيكتور زمان لكن داستن بيقول ان الابسايد دول موجود من زمان بس الفكرة كلها ان الهيئة اللي فرحة البوابة في الوقت الحالي مش اكتر لكن ممكن زمان كان موجود عادي وهرب منه وحش وجه ازعالة فيكتور ورجع تاني يعني فيكتور ما ازاش اي حد في الاسناء دي نانسي وروبين بيعرفوهم انهم قدروا يجيبوا ورق مضروب انهم طلاب في كلية الطب بنفسي وكلموا دي المستشفى اللي فيها فيكتور بحاجة انهم هيعملوا معا اختبار كده هيفيدهم في الكلية بس الموديل رفض ده فقرروا انهم يروحوا يحاول يقنعوا الموديل بنفسه فعلا بيقدر يقنعوه وبيسمح لهم يعودوا مع فيكتور لمدة ثلاثين ديئة فبيروح يقابلوا فيكتور لكنه بيرفض يقابله لانه بيفتكرهم صحفيين فبتقوله لانسي انهم الصحفيين وهما مصدقين قصته كلها وللعلم يعني العالم كله مصدقهاش هنا بقى بيبدأ فيكتور يهتم من ان يسمع منهم بس اول ملفه بصل لهم بنلاقيه من غلائن بس عمتا يعني بدأوا الكل يحكيولو عن اللي حصل معهم فلما بيلاقي قصتهم الشبه اللي حصل معه بالزبط بيحكي لهم على كل حاجة وبنشوف ان في الخمسينات رجع فيكتور من الحرب العالمية التانية وبفلوس ورسها من عمه واشترى بيها البيت كبير جدا لمراته وابنه وبنته واعدوا في البيت ده شهر في امان وكل حاجة كانت بس بعدها بدأوا يلاقوا حيوانات متعزبة وميتة مرمية في الجنينة بتاعت البيت لكن الشرط ما هتمتش وقالوا ان اكيد ده حيوان بري من الغابة عمل كده وخلاص بعد مدة بقى بدأت العيلة كلها معادة فيكتور يشوفو كوابيس وحاجات مزهجة وبعد مدة بسيطة بدأ هو كمان يشوف نفس كوابيسهم وفي يوم من الايام بدون مقدمات ماتت فيرجينيا مراته فحاول يفتح باب البيت ويهرب هو وعياله لكنه ليه نفسه جوه كابوس بيطردوا من وقت ما كانت في الحرب العالمية والكابوس ده كان لبيت امر بقصفه زمان وقت ما كانوا في الحرب لكنه يقدر يفوم الكابوس لما سماعه الصوت ملاك بيقول له يرجع وفعا رجع على عياله بس لهم قموت ودخل السجن بدهم اتقلهم السجن حوالية نفسه بانه يفقع عينه ويخليها تنزف لحد ما يموت بس السجان لحقه وده سبب انه يانه بالشكل ده ولما بتسأله نانسي عن الملاك مين بالضبط بيبدأ يدخل فيكتور في نوبة وبيردش عليهم وبيبدأ يغنيه بس وهنا بيدخل مدير المستشفى عليهم وبيعرفهم ان المقابلة وقتها خلص لانه اكتشف كذبتهم وتزورهم فبياخدهم مع المكتب عشان يستنوا البوليس لما يوصل ويحقق معه بس روبين ونانسي مش بيهتموا بكل ده ويهتموا باللي قاله فيكتور لانه قال ان الملاك اللي خرجوا من حالة الهلوسة دي كان مدبوع بصوت موسيقى معينة فبيتفكر روبين وبتقول لنانسي ان ممكن الموسيقى بتوصل لاماكن معينة في المخ وبتخلي الشخص قادر ان يخرج من سيطرة الوحش فبيفضل يفكروا الكل في الاغنية اللي غناها فيكتور وهنا بتقول لها نانسي ان كلامك صح ولازم نضرب ده مع ماكس بس احنا هنا ممكن نتحبس طيب ايه الحل نعرب وفعلا قبل ما يوصلوا لمكتب المدير البوليس بيجروا وبيهربوا من الحراس ومن المستشفى طيب ومناسبة ماكس بقى تعال اقول لك على اللي بيحصل عندها حالها ماكس طلبت من ستيف وداستن ولوكس يودوها المقابر عشان تودع بيلي وفعلا راحت على هناك وبدأت تقرى الجواب كانت كتبا لبيلي ولما خلصت لقيت العلم من حوالها اتغير ودخلت في الاب سايد داون هناك شافت بيلي وبيقولها رغم انك ندمان على موتي بس انت بتكرهيني وكنت عاوزاني اموت بقى الطريقة ولازم ادلك وهنا بيختفي بيلي وبيظهر فيكنا فبتبدأ ماكس تهرب وهو يجري وراها وفي العالم الحقيقي بيلاقوا ستيف وماكس ان ماكس تأخرت جدا فبيدخلوها مقابر وبيلقوها قدام قبر بيلي وهي مغيبة فيحاول لوكس يتواصل مع روبين ونانسي وفعلا بينجح اخيرا وبيقول لهم عن اللي بيحصل فيعرفوه ان الحل ممكن يكون الموسيقى فبيلم كل اشتراية اللي في عربية ستيف وبياخد المسجل وبيروح عشان يحاول يفوق ماكس واللي لسه برضو في الاب سايد داون وبتحاول تهرب من فكنا لكنه بيقدر يمسكها في نفس الوقت اللي بيلبسوها سماعة وبيشغل اغنيتها لكنهم بيلاقوا ماكس بتبدأ تتغلفه وفي الاب سايد داون بنشوف ان فيكنا بيحاول يوهمها انه خلاص هيقدر عليها ومش تقدر تهرب منه لكنها بتفضل تفتكر لوكس واصحابهم وذكرياتهم الجميلة مع بعض فبتقدر تضربه وتبعد عنه وبتبدأ تهرب عشان تخرج من فتحة في الاب سايد داون للعالم الحي وبتنزل من طيرانها دا بامان وبيكون فعلا الحل اللي وصلت له نانسي وروبين صح وفي نفس الوقت دا عند ويلو ومايكو جونسان في كاليفورنيا بيوصلوا لهم ناس تبع السام وبيعرفهم كل حاجة وبيعرفهم ان في اتنين عملاء هيفضلوا معاهم هنا عشان يحموا عشان يتأكدوا ان موضوع قال ما حدش هيعرفوه لان الجيش بيدور عليهم وكمان عشان يحموا مع احتياطهم وفعلا عملاء بيهضوا معه بس بعد شوية بيوصلوا الجنود من الجيش وبيهاجموا البيت وواحد من العملاء بيموت والتاني بيتصاب وبيهرب مع جونسان ومايكو ويل فعرابية صاحب جونسان اما فالاسكا فبتوصل جويس وموري عشان يقابله يوري ويدوه الفلوس وينزو في الوقت دا راح لجيم وقال له انه لازم يروح مكان معين في الغابة بتاعت السجن وهناك هيقدر يقابل يوري ويركب معه يعني المنع صح بيقول له يا الله اهرب وعشان يعرف يوصل للغابة دي للأسف بيعرف مشكلة مع الظباط الروس لكنه بيضربهم وبيفجر غرفة الادوات اللي هناك وبيهرب من المكان للغابة وهم مجهولين في الانفجار بس مش عاوزك تفرح قوي لان يوري بيقرر يخل الكون وبيبلغ عن انزو وكمان عن مكان جيم فبيطيبض عليهم كلهم وبيخدر جويس وموري عشان يسلمهم الحكومة وبيبقى طلع بالاربعين الف دولار وكمان زيادة المكافأة اللي هيخدها عليهم من الجيش لانه سلم اعداء للدولة وبيخص الجزء الاول من الفصل الاول من الموسم الاول اشوفك الجزء الجاي ومن بعد دي فيديو الفصل الاخير وبس كده سلام